بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا مع حضراتكم زيارة وفد رفيع المستوى من حركة طالبان بقيادة وزير الخارجية أمير خان متقي حيث استقبله وزير الخارجية التركي والعديد من المسؤولين الأتراك من جانبه الرئيس رجب طيب أردغان علق على هذه الزيارة بقوله سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني إذن ما تدعيات هذه الزيارة وكيف يمكن لها أن تنعكس إيجابيا على العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين التركي والأفغاني أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن بلاده ستقدم كافة أنواع الدعم للشعب الأفغاني جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس أردغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول وتطرق أردغان إلى الزيارة التي قام بها وفد من حرك الطالبان إلى تركيا مؤخرا وأضاف أن لدى وفد طالبان طلبات بشأن المساعدة الإنسانية والمرحلة الجديدة في أفغانستان وأضاف سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني فيما يتعلق بهذه المطالب ولفت إلى أن تركيا كانت تتولى تشغيل مطار كابل وإذا جرى التوصل إلى اتفاقات في الفترة القادمة فإنه يمكننا تولي هذه المهمة مجددا بالتعاون مع قطر والإدارة الحالية في أفغانستان وفي سياق منفصل قال الرئيس أردغان إن كفاح تركيا في سوريا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة في إشارة إلى إمكانية أن تكون هناك عمليات عسكرية جديدة ذات طابع جديد جاء ذلك في رد على سؤال حول الجديد في أعقاب تصريحاته التي قال فيها مؤخرا لقد نفد صبرنا حيال العناصر الإرهابية في شمال سوريا نتابع أيضا ما يتعلق بالموضوع الرئيسي وهو ما يتعلق بالعلاقات التركية الأفغانية تركيا وطالبان ما نقاط الاختلاف والالتقاء لتسليط الضوء على هذه العلاقة بين الدولتين كان من الأهمية بمكان أن نستعرض هذه النقاط المختلفة حيث أن ثمت اختلاف والتقاء بين حركة طالبان وتركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية وعن الخلافات الجوهرية بين الطرفين يقول الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج للجزيرة نيت إن نموذج الحكم الذي قدمه كل منهما مختلف عن الآخر فطالبان تقدم نفسها على أنها إمارة إسلامية لكن العدالة والتنمية حزب سياسي حداثي تحت سقف الدستور التركي الذي يفرض العلمانية في البلاد وأضاف الحاج أنه بالنسبة لطالبان فتركيا عضو في حلف النيتو الذي غزى أفغانستان حتى وإن لم تشارك في مهام قتالية كما أن ثمت علاقة مباشرة لأنقرة مع أطراف وتيارات أفغانية من أسبك وطاجيك وتركومان ممن تعدهم من أبناء العرق التركي وبالتالي ترى واجبا عليها الدفاع عن حقوقهم في ظل خصوماتهم الميدانية لطالبان ورغم ما سبق من خلافات فكرية وعملية بين الجانبين فإن هناك ثلاث أسباب رئيسية تدفعهما للتلاقي والحوار والتعاون وفق الباحث الحاج هذا الكلام جاء في الجزيرة قبل الزيارة الأخيرة من وفد عالي المستوى لحركة طالبان حيث توقع سعيد الحاج إمكانية هذا اللقاء وقال أن السبب الأول هو البرمجاتية السياسية فثمت أمر واقع جديد في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي عنوانه سيطر الطالبان على الأراضي الأفغانية وتحولها لفاعل لا يمكن تجاهله وتجنبه وهذا ما رأيناه في الأيام الماضية السبب الثاني يمثل الاقتصاد أولوية مشتركة لكل الطرفين فطالبان ورثت دولة شبه منهارة باقتصاد ضعيف وتركيا قوة إقليمية صاعدة وطموحة واقتصادها يعاني مؤخرا لا سيما في ظل أزمة وباء كورونا لذلك هذه العلاقات يمكن أن تساعد في شراكة اقتصادية بين البلدين الشيء الثالث ثمت حاجة واضحة لطالبان للقبول الدولي وتجنب الحصار والمقاطعة ومحاولات الإفشال ولم الشمل الداخلي وهي كلها مسارات تمتلك تركيا فيها خبرة وأدوات يمكن أن تستفيد منها الحركة في المقابل كذلك أيضا تحدث أستاذ القانون الدولي في جامعة كوجالي سمير صالحة أن أنقرة لا تريد أن تتحمل مسؤولية فتح الطريق أمام طالبان وأن يواجهها بعضهم مجددا بمسؤولية ترويج الإسلام السياسي على الطريقة الطلبانية هذه المرة لذلك تريد بداية من طالبان تقديم بعض الضمانات الاجتماعية والسياسية والقانونية الكافية لتسهيل العبور نحو مرحلة جديدة في البلاد وقال صالحة للجزيرة إن سبب القلق التركي أيضا يعود إلى احتمال وجود لعبة أمريكية لإشعال فتيل الانفجار وتوريط الجميع في آسيا بعدما شعرت واشنطن بأنه لا مصلحة لها بعد الآن في أفغانستان لبا إذن هذا هو أسباب الحذر من وجهة نظر سمير صالحة أن هناك أسباب عميقة لحركة تركيا الدقيقة والحذرة كما عبر الرئيس رجب طيب أردغان نتابع أيضا تداعيات هذه الزيارة المهمة حيث علق شويش أغلو قائلا هذا ما بحثنا وقال أنه جار بحث ما يمكن القيام به من أجل وقف أي موجة هجرة جديدة في البلاد أي أن حركة طالبان تقوم بضبط الإقاع هناك ولفت إلى أن إدارة طالبان أكدت أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادوا العودة لبلادهم وأكد أنهم أبلغوا الوفد بضرورة احتضانهم للجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء وتعليم الفتيات وضمان توظيف النساء أيضا في ذات السياق رئيس الشؤون الدينية التركي يستقبل وفد رفيع المستوى من طالبان يبقى إذن هذا الوفد والذي علق عليه رئيس الجمهورية التركي والتقاه وزير الخارجية أيضا في لقاء رسمي أو شبه رسمي استقبل كذلك رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش الجمعة وفد رفيع المستوى من حركة طالبان وذلك في العاصمة أنقرة حيث استقبل أرباش وفد الحركة برئاسة وزير خارجياتها أمير خان متقي الذي يواصل زيارته في أنقرة حسب وسائل الإعلام تركية وأشار متقي خلال اللقاء إلى أن تركيا وأفغانستان ستفتحان صفحة جديدة وإيجابية في علاقاتهما التاريخية وأمس الخميس قال وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو في تصريحات صحفية في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة إنه من الضروري أن تحتضن حركة طالبان جميع فئات الشعب الأفغاني من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء وتابع أن وفد حركة طالبان قدم طلباته لتركيا فيما يتعلق بأهمية مواصلة المساعدات الإنسانية والاستثمار التركي في أفغانستان ولفت الوزير التركي إلى أنه قدم لوفد حركة طالبان توصيات تركيا فيما يتعلق بتعليم الفتيات وضمان العمل للنساء في أفغانستان مشيرا إلى أن وفد الحركة أكد أنه سيتم تقديم كل الممكن لدعم المهاجرين الأفغان وختم جويش أغنو بالقول نحن لسنا كالغرب نضع الشروط أو نفرض الآراء أو نعطي الدروس بل نحن نناقش ونشرح التوصيات والنصائح المفيدة إذن متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا مع حضراتكم مجمل هذه العلاقات التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين وهي تركيا وأفغانستان وكيف علق أردغان ووزير الخارجية التركي وماذا فعل رئيس الشؤون الدينية التركي نسأل الله عز وجل أن يوفق الرئيس أردغان وحكومته والدولة التركية والشعب الأفغاني لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته